كل هذا الكم من المفتوح ينبني على رخص معينة توسع من دائرة إمكانيات المستعمل مقارنة بالإمكانيات المتاحة له في إطار شروط حقوق النشر والتأليف التقليدية التي بدت في عصر الواب 2.0 مقيدة جداً. فتوجب مع ثورة الواب 2.0 إيجاد نوع آخر من البنية التحتية القانونية لدعم حراك المفتوح. الفكرة تقوم على تقديم خيارات بديلة في التراخيص، خيارات تكون أكثر مرونة بالنسبة للعمل الإبداعي أو بالنسبة لأي محتوى رقمي كان. الرخص المفتوحة أتت كردة فعل على حقوق النشر والتأليف المحفوظة، Copyright License. فما قصة ال Copyright License هذه؟ حقوق النشر والتأليف هي شكل من أشكال الملكية الفكرية، وهي تمنح صاحبها الحق الحصري لاستخدام العمل الفكري والإبداعي وتوزيعه، وهو ما يعني أيضاً أن هذه الحقوق تمنع إعادة توزيع العمل أو تعديله أو مزجه، فهي إذن أداة قانونية يستخدمها صاحبها ليسيطر على استخدام وتوزيع العمل الإبداعي. وفي بعض الأحيان تكون مدة حقوق المؤلف هذه تمتد طوال حياة المؤلف، إضافة إلى ذلك يمكنها أن تمتد إلى خمسون سنة أو أكثر بعد وفاة المؤلف، وعلى المستوى التاريخي ظهرت هذه الأدوات القانونية مع ظهور آلة الطباعة أي منذ أكثر من أربعة قرون، ولكن هل يمكنها الصمود أكثر من ذلك؟ هل يمكنها تحدي عصر الإنترنت وزمن الشبكات الاجتماعية؟ كما أسلفنا، فقد ظهرت في الثمانينيات طفرة لتمهد الطريق للثورة الرقمية، هذه الطفرة تتمثل في تنظيم جديد لإنتاج البرمجيات، ولهذه الطفرة إنعكاس عميق على المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، وربما السياسي أيضاً. طبعاً، نتحدث هنا عن ظهور البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر والمعروفة فلاس. قد تحدثنا طبعاً في هذا الموضوع سابقاً، هذه البرمجيات أتت كما أسلفنا لكسر احتكار الشفرة وإتاحتها للجميع، مع استدعاء الجميع للتفكير والمشاركة في تطويرها، ولكن هذا لا يستوجب فقط إتاحتها تقنياً، بل يستوجب أيضاً إتاحتها قانونياً، لذلك قدم ستولمان رخصة وهي رخصة جنو العمومية، ليبتدع بذلك رخصة فيما أصبح يعرف بنموذج الحقوق المتروكة أي copy-left. وطبعاً، فكرة الحقوق المتروكة تتعارض تماماً مع مفهوم الحقوق المحفوظة. ترجمة نانسي قنقر